أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كان حديثنا في باب النهي عن الصفة بغير ما وصف به نفسه تعالى من كتاب الكافي الشريف وذكرنا أن بعضا من الناس توهموا أن رسول الله صلى الله عليه وآله رأى الله سبحانه وتعالى وكانت صفة الله حسب ما توهموه وحسب ما زعموه أنه كان بصورة الشاب الموفق أبناء الثلاثين ورجلاه في خضرة فالإمام الرضا عليه الصلاة والسلام بيّن بطلان هذا الزعم ثم بيّن أن الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وآله كان في هيئة الشاب الموفق حينما عرج به إلى السماء لا أن الله كان على هذا الوصف وأن الرسول صلى الله عليه وآله كانت رجلاه في خضرة ثم يبين الإمام عليه الصلاة والسلام معنى كون رجلي الرسول صلى الله عليه وآله في خضرة لكن كما نعلم أن الوضاعين والقصاصين هؤلاء كانوا يأخذون الأحاديث في بعض الأحيان ويحرفوها أو كانوا يضعوا أحاديث أو كانوا يأخذون من الكتب السماوية السابقة المحرفة وينسبونها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وكانت النسبة الكذبة إلى الرسول موجودة في حياته حتى روي عنه أنه قال كثرت علي الكذابة يعني الجماعة الكذابة والكذابة صيغة مبالغة يعني يكثرون من الكذب علي المشركون كانوا من جهة يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وآله والمنافقون من جهة أخرى يكذبون على الرسول صلى الله عليه وآله فالرسول يحذر المسلمين من اتباع هؤلاء الكذابة فمن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من نار جهنم يعني حسب تعبيرنا فليحجز لنفسه مكاناً في جهنم بفعلته الشنيعة هذه وهي نسبة الأمور الباطلة المكذوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فالإمام عليه الصلاة والسلام هنا يبين أن آصل الحديث هو يرتبط بالرسول لكن حرفوا في هذا الحديث أيما تحريف الرسول كان في هيئة الشاب الموفق يعني الكامل من جميع الجهات حينما عرج به إلى السماء وقد ذكرنا تفصيل هذا الأمر في الحلقة الماضية وأن الرسول كانت رجلاه في خضرة ما معنى كون رجليه في خضرة هذا لا يراد بأنه الرسول كان واقف على شيء أخضر وإنما هذا تعبير مجازي يعني الرسول كانت قدمه ثابته بمعنى أنه كان على يقين من أمره لا تزلزل فيه ما كذب الفؤاد ما رأى هذا لم يكن من خطأ الباصرة أو خطأ القلب وإنما الرسول صلى الله عليه وآله في المعراج رأى آيات ربه الكبرى لقد رأى من آيات ربه الكبرى كما في سورة النجم وقد مضى تفسيرها وذلك لأن وصول الإنسان إلى درجات المعرفة بحاجة إلى قابلية هذه القابلية لا تتيسر لكل أحد بكل المراحل إذا نريد أن نمثل مثال عرفي الطفل الصغير له قابلية محدودة لا يمكن أن تأتي وتريد أن تعلمه قوانين الرياضيات الفيزيائية مثلا قوانين الفيزياء يستحيل أن يتعلمها الطفل الذي عمره مثلا سنتان لماذا ليس له هذه القابلية؟ وكلما يكبر قابلية تزداد لذلك العلوم التي تعطى له تناسب تلك القابلية الآن في المدارس الحكومية الإبتدائية والثانوية والجامعة يختارون لكل عمر منهج خاص لماذا؟ لأنه كل عمر من الإنسان للإنسان قابلية طبعا الإنسان المتوسط قد يكون البعض قابلية شوية أكثر ذكاء أكثر هذا يدرس المراحل المتقدمة أسرع وقد واحد تكون قابليته أقل يعني مثلا عمر سبع سنوات يدرسونه المرحلة التي قبل سبع سنوات لأنه غبي أو ليست له قابلية كاملة فلذلك يختارون المنهج حسب عموم قابلية هؤلاء كلما ازدادت القابلية ازدادت العلوم كما وكيفا التي تعطى للإنسان زين المعارف الإلهية هذه معارف عميقة جدا لا يمكن أن يستوعب هذه المعارف إلا من كانت له قابلية نحن الآن نرى أن بعض الناس يعتقد بالله سبحانه وتعالى يعتقد بعلم الله العقائد الأساسية التي تخرجه من الكفر إلى الإيمان يعتقد بها لكن عندما تشرح للتفاصيل لا يدرك هذه التفاصيل لماذا؟ لأن إدراك هذه التفاصيل بحاجة إلى خلفية علمية وخلفية ثقافية وخلفية دينية تناسب هذه المعارف زين المعرفة بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى لا حد لها ولذلك المعارف العالية جدا محجوبة عنا لماذا؟ لأن لا يمكن أن نصل إلى القابلية لتلقي تلك المعارف لكن الله سبحانه وتعالى حيث اصطفى الأنبياء واصطفى الأئمة عليهم الصلاة والسلام جعل لهم القابلية لتلقي تلك المعارف فلذلك حينما الرسول صلى الله عليه وآله عرج به إلى السماء الله سبحانه وتعالى أفاض عليه المعارف الجمة التي لا يمكن لبشر غير الأنبياء والأوصياء أن يتلقى تلك المعارف بل قابلية الرسول صلى الله عليه وآله أكثر من قابلية سائر الأنبياء لذلك المعارف التي يتلقاها أكثر من سائر الأنبياء الله سبحانه وتعالى جعل له قابلية لتلقي تلك المعارف فحينما الحديث في أصل رجله يعني رجلي الرسول كانت في خضره بمعنى أنه كان ثابت قدم في تلك المعارف وكانت له القابلية لتلقي تلك المعارف الله سبحانه وتعالى جعل له القابلية فأفاض عليه العلوم في مجال المعرفة بحيث لا يمكن أن يصل إلى تلك العلوم بشر سوى الرسول صلى الله عليه وآله وسوى الأئمة عليهم الصلاة والسلام كما دلت عليه أحاديث أخرى هنا الإمام يأتي ويشرح قلت يعني الراوي جعلت في ذاك من كانت رجله في خضره قال ذاك محمد صلى الله عليه وآله الذي كانت رجله في خضره هو الرسول صلى الله عليه وآله كان إذا نظر إلى ربه بقلبه لا نظر بمعنى رؤية الله سبحانه وتعالى بالعين وقد ذكرنا فيما مضى أن رؤية الله سبحانه وتعالى في العين مستحيلة لا في الدنيا ولا في الآخرة ودلت على ذلك الأدلة العقلية ودل عليها القرآن الكريم ودلت عليها الروايات الصحيحة عن الرسول وعن الأئمة وأما ما روية خلاف ذلك فهو متعارض مع القرآن الكريم ومتعارض مع السنة الصحيحة لرسول الله وللأئمة عليهم جميعا الصلاة والسلام فالرسول كان يرى الله بقلبه الرؤية القلبية بمعنى المعرفة بمعنى العلم بمعنى اليقين إذا نظر إلى ربه بقلبه هنا هذه المعرفة بحاجة إلى قابلية الإمام يقول جعله يعني الله سبحانه وتعالى يجعل الرسول جعله في نور المراد من النور القابلية لأن هذه القابلية رفيع جدا وإذا أردنا أن نشبه شيئا بشيء رفيع جدا يكون مثال المحسوس بالمعقول نشبه المعقول بالمحسوس يكون التشبيه بالنور لذلك الله سبحانه وتعالى حينما يريد أن يضرب لنفسه مثلا قال الله نور السماوات والأرض الله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى في عالم الماديات أهم شيء هو النور لأنه ظاهر بنفسه مظهر لغيره فإذا أردنا المثل لكي المعقول يقترب إلى الذهن يكون ذلك المثل عبر النور ولله المثل الأعلى إحنا ما نلحق أن نضرب لله المثل فلا تضربوا لله الأمثال ولكن هو الله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى هو يضرب لنفسه المثل فلذلك الإمام حينما يريد يبين معنى القابلية يشبهها بالنور لأنه كثير من الأحيان إحنا لا نستوعب الحقائق إلا عبر أمثلة محسوسة لماذا؟ لأنه إحنا من يوم الأول الذي ولدنا نعيش ضمن الماديات حواسنا هذه قدرتها فقط تشمل الماديات نعم روح الإنسان قلب الإنسان له قوة بأن يدرك بعض الأمور المعنوية لكن لأن الأمور المعنوية غير محسوسة لذلك يصعب على الإنسان إدراكها فإذا أريد إدراكها ضرب لذلك مثلا جعله في نور مثل نور الحجب مثل نور الحجب شنو هي الحجب؟ هنا احتمالان الاحتمال الأول أن يراد بالحجب القابليات لأن هذه القابلية تكون حجاب بين الإنسان وبين أن ينسب إلى الله سبحانه وتعالى ما لا يليق له الحجاب الحجاب شنو هو؟ هو الحاجز وبينه ما حجاب الحجاب هو الحاجز فالإنسان إذا لم يعرف الله سبحانه وتعالى قد ينسب إلى الله ما لا يليق به لكن إذا عرف الله كانت له قابلية للمعرفة هذه القابلية تكون حاجب حاجز مانع من أن ينسب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى ما لا يليق بجلاله الكريم هذا الاحتمال الأول الاحتمال الثاني كما يظهر من بعض الروايات أن هناك في السماوات العليا ولعله فوق السماء السابعة بين العرش وبين السماء السابعة أو بين العرش وبين السماوات هناك أجسام مادية لطيفة هذه الأجسام المادية اللطيفة هي نورانية وهي أمكنة مشرفة جدا هذه تسمى الحجب وكل واحد منها حجاب في تلك الحجب يسكن الملائكة المقربون الملائكة الروحانيون فالوصول إلى تلك الأماكن هذه تحتاج إلى قابلية يعني شوفوا الآن احنا مثلا سنمثل مثال مادي إذا احنا نريد نروح للقمر لا يمكن ذلك لذلك الذين ذهبوا إلى القمر إنما ذهبوا إلى القمر بأجهزة خاصة صنعت خصيصا لهم لأن هناك لا يوجد جاذبية الحرارة في الطرف المضيء للقمر شديد جدا والبرد في الطرف المظلم من القمر شديد جدا لا يوجد هواء والإنسان والإنسان إذا ذهب هناك بدون جهاز يموت فورا لذلك لذلك الذين ذهبوا إلى القمر إنما ذهبوا إلى القمر بهذه الأجهزة ومن الطريف في الأمر قبل أيام قرأت فيه تقرير علمي أن آثار أقدامهم لا زالت باقية يعني حوالي خمسين سنة أو ما يقرب من خمسين سنة مرة من نزول الإنسان على سطح كوكب القمر آثار أقدامهم لحد الآن موجودة لماذا؟ لأنه لا يوجد هناك هواء حتى يهب الهواء وتهب الريح فتزيل الأثر ولا يوجد موجود آخر حتى يعبث هناك فيزيل الأثر وحتى أنهم عندما وضعوا علم دولتهم اضطروا باعتبار أنه لا يوجد هواء اضطروا أن يجعلوا العلم بطريقة أنه يكون دائما بأسلاك هذه الأسلاك مستقرة وثابتة بحيث أنه العلم يرى كأنه واقف ولولا ذلك لكان العلم دائما باعتبار عدم موجود الهواء غير متحرك وساقط زين الإنسان في هذه التجربة المادية لا يمكنه أن يذهب إلى تلك الأماكن إلا بجهاز خاص وحتى هؤلاء قبل أن يذهبوا لأشهر عودوا أجسامهم وبعد أن رجعوا لأشهر كانوا تحت المراقبة الصحية الكاملة زين الحجب وهي موجودات جسمانية لطيفة أنوار لطيفة هذه يسكنها الملائكة المقربون الوصول إلى تلك الأماكن بحاجة إلى قابلية معنوية هذه القابلية المعنوية جعلها الله سبحانه وتعالى في رسوله صلى الله عليه وآله لذلك تمكن من الذهاب إلى تلك المناطق فكان قابق أو سيني أو أدنى إذن الرسول كانت رجلاه في خضرة يعني الحديث الشريف الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام يقول ذاك محمد صلى الله عليه وآله كان إذا نظر إلى ربه بقلبه جعله في نور مثل نور الحجب جعله في نور مثل نور الحجب يعني جعله في قابلية مثل تلك الأنوار حتى يستبين له ما في الحجب لأن آيات الله الكبرى موجودة هناك ذكرنا أنها محل يسكن فيها الملائكة الروحانيون وملكوت الله سبحانه وتعالى في السماوات أعظم من ملكوته في الأرض مثل نور الحجب حتى لماذا جعل له لهذه القابلية حتى يستبين له ما في الحجب ثم الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام يقول أن نور الله منه أخضر ومنه أحمر ومنه أبيض ومنه غير ذلك يريد يشرح الإمام الرضا معنى كانت رجلاه في خضره يقول الأنوار المنسوبة إلى الله سبحانه وتعالى التي شرفها الله بأن نسبها إلى نفسه ليس بمعنى أن لله نور مادي الله منزه عن ذلك الله ليس بجسم وإنما هذه الأنوار الله سبحانه وتعالى شرفها بأن نسبها إلى نفسه مثلا الكعبة الله في القرآن يقول عنها بيتي وطهر بيتي للطائفين وطهر بيتي الكعبة بيت الله بأي معنى الكعبة بيت الله بمعنى أن الله شرفها بأن نسبها إلى نفسه أو بالنسبة إلى آدم فنفخت فيه من روحي بأي معنى نفخت فيه من روحي يعني هذه روح روح آدم الله شرفها بأن نسبها إلى نفسه وهكذا هذه الأنوار الله شرفها بأن نسبها إلى نفسه هذه الأنوار لها ألوان مختلفة لها لون أخضر بعضها لونه أحمر بعضها لونه أبيض والأخريات لها ألوان أخرى فرجلاه في خضره يعني الرسول صلى الله عليه وآله القابلية التي أفاضها الله سبحانه وتعالى عليه هذه القابلية كانت بطريقة تنسجم مع النور الأخضر وهناك قابليات أخرى تنسجم مع أنوار أخرى مع النور الأبيض مع النور الأحمر هس شنو معنى هذا النور الأخضر شنو معنى هذا النور الأبيض شنو معنى هذا النور الأحمر في الحقيقة هذه حقيقتها لم تبين لنا يعني الروايات التي هي الآن بأيدينا لم تبين لنا حقيقة هذه الأنوار إما لعدم قابليتنا لفهم هذه الحقيقة كما أننا لنا روح ولكن ليست لنا قابلية لفهم حقيقة الروح ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا لا يمكن لنا أن ندرك حقيقة الروح ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا نحن نعرف الروح عبر آثارها هذا الجسم إذا فيه روح وحي إذا الروح انفصلت عنها يصير ميت وبعض المعلومات البسيطة عن الروح أما شنو هي حقيقة الروح لا نعلم لماذا لم يبين لنا لأنه ما هي نقابلية لمعرفة هذه الحقيقة كذلك هذه الأنوار ألوانها مختلفة لعلها حقائق لا يمكننا أن ندرك كنهها وحقيقتها ولذلك الإمام عليه الصلاة والسلام أجمل في الكلام ولم يبين التفصيل أو يمكن هذا احتمال أيضا وارد أن الأئمة عليه الصلاة والسلام أو الرسول صلى الله عليه وآله قد بيّنوا حقيقة هذه الأنوار ولكن كان ذلك من العلوم التي لم تصل إلينا لأننا نعلم أنه صارت محاربة شديدة لأحاديث الرسول والأئمة فمنع من تدوين الحديث لما يقرب من مائة عام كان هناك منع لتدوين الحديث بعلا وسبب ضعيف وسخيف جدا حتى لا يختلط القرآن بالحديث وكأن الصحابة والتابعين هؤلاء لم يكونوا عربا بحيث أنه لا يعرفون ولا يتمكنون من تمييز القرآن عن غير القرآن وكأنهم لم يكونوا يعتقدوا بقوله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فإذا الله سبحانه وتعالى وعد بحفظ القرآن الكريم فكتابة الحديث كانت تسبب اختلاط الحديث بالقرآن وأدب القرآن أرفع من أدب الحديث كما هو واضح لأن القرآن كلام الله والحديث كلام الرسول صلى الله عليه وآله وهناك فرق شاسع بين كلام الله وبين كلام الرسول رغم أن كلام الرسول هو كلام راقي جداً بحيث أنه لا يصل إليه كلام بشر لكنه دون كلام الله سبحانه وتعالى زين فمنعوا تدوين الحديث لما يقارب من مئة عام زين بهذه الطريقة ضاع كثير من الحديث والأئمة عليهم الصلاة والسلام كانوا محاصرين جداً بحيث أن الذي تمكن من الأئمة من نشر العلوم بشكل عام الإمام الباقر والإمام الصادق عليهم الصلاة والسلام لأنهما كان في فترة بين بني أمية وبني العباس وكان الظالمون مشغولين بحروبهم الداخلية على السلطة فصارت فرصة فالإمام الباقر بقر العلم بقر والإمام الصادق كمل المسيرة ولكن بعد ذلك أيضاً بدأ الإرهاب مرة أخرى فأتلفت وأحرقت كثير من هذه الكتب ولم يصل إلينا إلا القليل منها طبعاً في هذا الذي وصل إلينا حفظ الدين ولكن كثير من الحقائق التي بيّنوها أيضاً تلفت ولم تصل إلينا والإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف حينما يظهر يظهر تلك العلوم مرة أخرى فالشاهد أنه النور الأحمر والنور الأخضر والنور الأبيض لعله حقيقته بيّنت لكن لم يصل إلينا بسبب فعل الظالمين ثم بعد ذلك الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام بعد أن يبين أن الشاب الموفق كان الرسول صلى الله عليه وآله الكامل من كل الجهاد وأن الذي كانت رجلاه في خضره هو الرسول صلى الله عليه وآله وإنما المحرفون حرفوا فقالوا إن الله كان بصورة الشاب الموفق وتعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً وقالوا إن الله سبحانه وتعالى هو الذي كان واقف على أرضية خضراء وتعالى الله سبحانه وتعالى أن يكون كالأجسام ليس كمثله شيء بعد ذلك الإمام عليه الصلاة والسلام يبين للراوي لهذا الحديث المقياس يقول الآن أحاديث كثيرة مكذوبة وأحاديث صحيحة واختلط الغث بالسمين لكن الله سبحانه وتعالى من لطفه على هذه الأمة المرحومة أن جعل مقياس المقياس شنو هو القرآن ما وافق القرآن فهو صحيح ما خالف القرآن فهو باطل فهو زخرف مثلاً القرآن الكريم يقول لا تزروا وازرة وزر أخرى زين أكو رواية مثلاً يرويها مسلم في الصحيح عندهم أن الميت يعذب ببكاء أهله يعني إذا واحد مات انقطع عن الدنيا أهل بكوا عليه ذلك الميت يعذب ببكاء أهله زين هذه الرواية معارضة مع القرآن متعارضة مع القرآن زين إما أنت تقول إن القرآن كذب والعياذ بالله أو تقول إن هذه الرواية مكذوبة لم يقل هذا الكلام الرسول صلى الله عليه وآله إنما نسب إليه زوراً وافتراءاً وكذباً فأنت بين خيارين لا ثالث إما أن تنزح القرآن الكريم وإما أن ترفض القرآن الكريم وطبعاً لازم تختار أن تنزح القرآن الكريم لأن القرآن لا يأتيها الباطل من بين يديه ولا من خلفه فإذن هذه الرواية التي تقول الميت يعذب ببقاء أهله ولو موجودة فيها الصحيح عندهم اللي يسموه صحيح مسلم لكن هي متعارضة مع القرآن فهي باطلة فهذا المقياس الأول والمقياس الثاني الذي جعله الله سبحانه وتعالى وبينه الرسول صلى الله عليه وآله هم أهل البيت لذلك الرسول يقول إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا الأول كتاب الله والثاني عترة أهل بيتي واليوم الأخير أيضا الرسول أراد أن يؤكد على هذه الوصية لذا قال إيتوني بدوات وكتاب لأكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي أبدا فقال قائلهم إن الرجل لا يهجر لأنه كان يعلم بأن الرسول يريد يوصي بالكتاب وبالعترة قال إن الرجل لا يهجر حسبنا كتاب الله من احتاج إلى العترة على كل حال المقصود أن الإمام في ختام هذا الحديث يبين الميزان فيقول يا محمد المحمد راوي هذا الحديث وهو محمد ابن الحسين يا محمد ما شهد له الكتاب والسنة فنحن القائلون به أي شيء يشهد به القرآن ويشهد به الكلام الصحيح الصادر عن الرسول لا الكلام المكذوب المنسوب إلى الرسول لأن الكلام المكذوب المنسوب إلى الرسول ليس من السنة وإنما السنة الكلام الصحيح الصادر عن الرسول صلى الله عليه وآله ما شهد له الكتاب والسنة فنحن القائلون به لأن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لا يفترقون عن القرآن وكما قال الرسول صلى الله عليه وعلي مع القرآن والقرآن مع علي لن يفترق حتى يرد علي الحوض نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعاله الطاهرين اشتركوا في القناة